بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه في مبدأ كل أمر ومنتهى نستقبل العام الهجري وقد زادت الضغطات وتوجه الناس إلى ربهم تبارك وتعالى وهذا يشبه إلى حد كبير ما حدث في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الألم وصناعة الأمل الألم والأمل كلمتين متشابهتان في الأحرف إلا أن المين إذا سبقت اللام فإنه قد تقتل إنسان هذه المعركة التي تدور في فلكه هو فيصنع الأمل في قلب الألم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خاطبه ربه فقال فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى زادت الآلام وتحققت حول النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالهجرة وقال المسلم من سلم الناس من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه لكنه هجر ما نهى الله عنه وترك البلد لأن الله جل وعلا أمره بذلك وقف على حدود وطنه يبكي ويتألم ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلي وأحب بلاد الله إلى الله ولولا أن أهلك أخرجون منك ما خرجت لكنه خرج بأمر من ربه تبارك وتعالى مهادرا إلى المدينة المنورة معمرا خرج ومعه الناس ينوي أن يذهب في طريق الله إلى حيث يعمر ويبني ويشيد ليخرج من الضيق والاضطرار إلى الساعة والاختيار وهكذا صنع الأمل في لحظات الألم وانتقل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة فبدأ ببناء المسجد وبدأ يعمر ويشيد ويخرج الصحابة وينقلهم من رعاة للإبل والبقر والغنم إلى سادة وأمراء وملوك للشعوب والأمم هاجر وجاءه قول الله تبارك وتعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعه هاجر وقلبه مطمئن أن الله معه هم بالأمر وأخذ بكل الأسباب ثم توكل على رب الأسباب وهاجر في طريقه إلى الله يسير وهو يعي أن الله ناصره إذا هممت بفعل أمر فاجعل التوكل مركبة العبور وإذا عصاك الدهر يوما فسل المولى لتيسير الأمور لا تجزع لضيق الرزق أبدا يرزق العصفور من بين النسور كن شاكرا ما دمت حيا واعلم بأن أيام الدنيا تدور واعلم بأن الله يعلم نظرة العين وما تخفي الصدور رب الشرق هو رب الغرب كما أن رب شوال هو رب رمضان ورب المحرم هو رب ذو الحجة إلا أننا يجب أن نتجه إلى الله تبارك وتعالى من باب قوله ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات إن الله تبارك وتعالى خلقنا في هذه الدنيا وأمرنا أن نتعلم من قدوتنا صلى الله على حضرته وقد علمنا أن الإنسان ربما تضغطه الأحداث فيهجر لكننا نحتاج إلى هجر الكسل وإلى هجر المعاصي وإلى هجر الخمول ونهاجر إلى العمل والجد والنشاط والأيام تدور غني اليوم ربما كان فقيرا بالأمس وفقير اليوم ربما كان غنيا بالأمس والغد في يد الله وعلى الغني أن يشكر الله تعالى قال تعالى وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وعلى الفقير أن يحاول من إصلاح شأن نفسه ومن تطوير حالته على قدر استطاعته وتلك الأيام نداولها بين الناس وكلهم يلتجوا إلى الله ويدعوا ربه تبارك وتعالى أن ينصره وأن يستره وأن يجبره وأن يكون في معيته وإذا كان الإنسان مع ربه كان الله معه ومن كان الله معه فلا عليه بمن عليه ومن معه ذكر الهجرة تأتي لتغرس في الناس الأمل بالتجديد والتطوير والإعمار والتشييد وتأتي لتذكر الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من ضيق إلى سعه وخرج من اضطرار إلى هدوء وعطاء فبنى وشيد وعمر وجدد وطور وغير ونقل المدينة من يثرب إلى المدينة المنورة بل أصبحت المنورة على منورها أفضل الصلاة وأتم التسليم السادة الكرام قبل أن أهني أحضراتكم بقدوم العام يجب علينا أن نشحذ الهمة لإدراك المهمة يجب علينا أن ننتقل من الخمول والكسل إلى النشاط والعمل يجب علينا أن نتجه نحو ربنا تبارك وتعالى وندعوه ليستجيب حتما سيستجيب أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وأجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله كل عام أنتم بخير بل أنتم الخير لكل عام اللهم يا عالم السر منا لا تكشف السطر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغ حبيبك المصطفى منا ومن أحبابنا ومن ذوينا السلام يا عالما لا يعلم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا عالما إبقاء